في فضله شيء هو ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرانيين الذي اندخل المدينة فأصابهم مرض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم نشر من أبوال وألبان الإبل فشاربوا فشفوه وهو نعم فيه علاج نعم فضل فضل شيخ يقول هذا حيث الصيحين يعني في البخاري ومسلم نعم إذن هذا الشيخ حسالة تقول إرضاء الطفل إذا كان أن طريق الشفاطات كما ذكرت ليس أن يلتقم الثدي هل هو محرم؟ نعم لا فرق لا فرق بين الإرضاء المباشر من الثدي أو الإرضاء بواسطة كأن تشفط له في إناء مثلا وتلقيمه إياه كل هذا يحرم ويؤثر ولكن قضية التعلق بالثدي هذا قد تعطيه أيضا شيئا من الحنان غير قضية الحليب نفسه أما الحليب نفسه الذي يكون لنا حيانا الأم نفسها يعني إذا كانت موظفة أو كذا يعني يسأل كثير من النساء أنها تحلب لولدها بالليل نعم 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 حتى إذا قام الصباح وهي خارج البيت يعطى من هذا الحليب نعم الذي حلبته له فلا يضر نعم نعم سواء الحكم سواء نعم 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 من أهل المعاصي أو من أهل الشرك نعم يعني غير مسلمين كيف يكون التعامل معهم والدعوة أولا نقول لها أحبك الله أخ محمد قضية كيف يتعامل معهم يعني هو ينظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعيش بين أكنافهم على الشرك وظل يدعو 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 استمر ثم لما أسلم أصحابه كذلك الأمر وكذلك لما أسلم أهل المدينة كان أهلهم على الشرك وظلوا يدعون حتى نشر الله تبارك وتعالى ذادي لا بد من الصبر لا بد من الحكمة لا بد من العناية بهؤلاء الأهل هؤلاء لهم حق علينا غير حق الأب والأم كبر غير حق الأخوة والأخوات كبر أو صلة رحم أيضا أنهم حق علينا في حسن المعاملة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لأن هذا سيتعلق برقبة يوم القيامة تقول ربي رعاني على الشرك أو رعاني على المعصية أو رعاني على البدح ولم يدعوني ولم ينرصحني ولم يذكرني فأنا أقول أصبر واجتهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولكن تركز على أمور أولا أن يكون قدوة حسنة لا يمكن أبدا أن أكون فاقدا لحسن الخلق ثم أدعو إليه إن فاقد الشيء لا يعطيه لا بد أن يكون قدوة حسنة في البيت من حيث بره والدي من حيث صلته لإخوانه وأخواته من حيث صدقه من حيث بذله للمال يعني كل هذه الأمور حقيقة لا بد أن يكون قدوة غدا إذا دعا ونصح وذكر ما يملكون عليه شيئا لا يستطيع أن يتكلموا عليه بكلمة فلا بد أن يكون قدوة حسنة في البيت هذا الأمر الأول الأمر الثاني لا يقصر أبنا في الدعاء لهم في ظهر الغيب أن يهديهم الله تبارك وتعالى سواء كانوا على الشركة أو البدعة أو المعصية يدعو لهم بظهر الغيب وهذا من حقهم عليه اللهم أهديهم اللهم أسددهم اللهم أريهم الحق حق ورزقهم وهكذا الأمر الثالث أن يدعوهم بالحسنة وأنا لا أنصح أبدا أن يدعوهم جميعا ولكن يأخذهم أفرادا يأخذ أخته على جنب يأخذ أمه على جنب أمه على جنب أخاه على جنب وهكذا يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى إذا كان لا يستطيع ذلك من حيث العلم وغيره فإنه من خلال كتيب من خلال شريق من خلال مطوية وهكذا وانتصور من خلال هذه الأشياء وأن يكون حريصا من الداخل في دعوتهم أن يحب لهم الخير لا مجرد قلت له وأساه في جهنم لا قلت له وأساه في الجنة يعني يدعوهم مخلصا صادقا في دعوته لهم طيب فضل الشيخ قد يسأل أيضا السأل يعني يقول العيش في ظل هذا البيت وظل هؤلاء الأهل هل يؤثر على دينه التزام إسلامه هذا يرجع إلى كل شخص بعينه نعم فإذا شعر أنه يؤثر فيه وأنه يضعف نعم خلال تواجده عندهم ويملك أن يخرج فيخرج وأما إذا شعر أنه لا يؤثر فيه الله الحمد للمن ولكنهم متضعيق فقط لا يقول يستمر ويبقى عندهم يستمر في الدعوة ولا يتركهم للشيطان بل لا بد أن يكون عوناً لهم إلى الأعلى الخير نعم هنا إذا فضل الشيخ سالي يقول بعض الجرائد يعني تضع الصور الفاضحة وذكر عن الفضائيات نعم بعض الأمور التي تخالف الشريعة يقول كثرة الذنوب والمعاصي أو الابتلاء الابتلاءات التي تحصل للإنسان هل بسبب كثرة الذنوب والمعاصي مثل هذه الجرائد أو هذه القلوات؟ هو لا شك هذا باب من باب المعاصي لكن ليست هذه فقط هي المعاصي أولاً يجب الإنسان أن ينظر في حال نفسه هو مشكلتنا أحياناً أننا دائماً نلقي اللوم غير الآخرين وإن كان الآخرون قد يكونون ملامين على بعض ما يقعون منهم من الأمور لكن أيضاً يجب علينا أن ننظر في حالنا نحن هل نحن أيضاً مقصرون أو نحن سلكنا الجادة وسلمنا من هذا فأولاً ينظر الإنسان في حال نفسه أين التقصير الذي وقع منه هو أما قضية هذه القنوات أو الصحوف أو غيرها من المعاصي الكثيرة الله نستعان فهذه لا شك من الأسباب ولكنها ليست هي الأسباب فقط لا شك من أن نسبع ضعف الأمور إذا انتشار هذه المعاصي ولكن أن أقول له كن لذنة صحيحة كن خطوة في الطريق الصحيح إن حاول أنت أن تصلح هذه الأشياء لا يكون الأمر فقط أننا نشتكي 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 فمن المعالج أين المعالج أذكر الطرفة كان أحد العلماء يحدث الناس فكان الناس جوس وكلامه كان مؤثراً فبكى الناس كلهم كل الناس بكوا من حديثه الذي حدث به فجأة انتبه وكتابه قد سرق كتابه سرق والناس يبكون فبدأ ينظر في وجوه الناس لعله أن يكون بينهم السارق إن السارق سهل يبكي الآن لأنها لا متأثرون فنغر فلم يجد إلا باكياً الكل متأثر فقال كلكم يبكي فمن سرق الكتاب فلذلك أنا أقول الناس كلهم يشتكي طيب من الذي يعالج كلنا نشتكي وكلنا أسباب في هذه الأمور يعني أنا أضغل مثالاً يعني حياً حقيقة الآن البنوك الربا يشتكي كثير من الناس موجود الربا موجود الربا الربا ربا ربا موجود والربا موجود أنا أقول نحن أسبابه لا أقول نحن أقصر أنا وأنت ولكن المجتمع بشكل نعم لماذا؟ لأن هذا البنك الربوي قائم على ماذا؟ قائم على أموالنا فلو أنت لم تضع مالك في البنك الربوي وأنا لم أضع مالك في بنك الربوي وخالد ويوسف وحصة ونورة وهكذا لن نضع أموالنا في بنك الربوي ماذا سيفعل البنك الربوي؟ يغير يصبح إسلامي أحسنته أو أنه يبدأ يقلل الأفرع هذا الفرع هذه المنطقة وبدأت فرع الشيخ الآن يعني في هذا يعني يتجاه الناس أكثر إلى الإسلامي فأخذت بعض البنوك الربوية نعم تتحول فروع إسلامية وبعضها تتحول يعني الآن لو قلنا في فريجكم أنتم نعم طيب في بنك الربوي وامتنع كل أهل الحي أو الفريج أن يضعون أموالهم في هذا البنك أو يتعاملون ما سيفعل يقول أنا أصرف أموال على ماذا؟ أجار وموظفون وكذو ما في عمل سكر الفرع والفرع الثاني فرع الثاني ثاني الرابع أو يحوله كما تفضل إسلام إلى إسلام وانتهى الأمر أنا أقول نحن أسباب هذه الأشياء يعني هذه المعاصي التي يقول عنها والصحف والمجلات والقنوات نحن أسبابها نعم أو هل نقول نحن مساهمون سيهاد صلى الله عليه وعافية سارك ملاحظة الشيخ سأل عن النكت هل يدخل في قولنا ويل لمن كذب ليضحك الناس؟ هو على خلاف صحة هذا الحديث نعم والذي يحدث بحديث يضحك الناس فيكذب ويل الله ويل الله ويل الله والأقرب العلم عند الله تباركه أنه لا يصح هذا الحديث أنه لا يصح نعم وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فالكذب بشكل عام محرم الكذب بجميع صوره نعم محرم ممنون الكذب ممنون ولكن هذه النكت التي يقولها الناس طبعا مشكلة تسميتها نكت خطأ نعم النكت عند أهل الأمه الفوائد نعم وإذا كنت من كتب أهل العلم النكت النكت نعم طيب النكت على كتاب الصلاح النكت على كتاب كذا فالنكت معناها الفوائد طيب بلكن الآن دعنا نرى الطرائف والطرائف هذه نسميها النكت على كل حال هذه أو ما يسميه الناس اليوم بالنكت وكذا أحيانا لا شك أنها تكون محرمة لأنها تكون فيها استهزاء وسخرية بالنص نعم خاصة على أجناس معينة